من رحم المعالاة تولد الطرق المبتكرة لإيصال صوت ثورة تدق مساميرها في نعش إزالة نظام الكامل وحكومة بوزاراتها الفاسدة اختراق إلكتروني جديد لمواقع الوزارات الحكومية من قبل الداعمين لثورة تشرين هذه المرة اختلقت قبضة القراصنة الإلكترونيين صفحتين وزارتين الصحة والصناعة الرسميتين على موقع فيسبوك وكتبوا عليها عبارات تؤكد استمرار ثورة الشعب ضد جحيم الظلم المتواصل ساخرين في الوقت نفسه من الحكومة فكيف لدولة عاجزة عن حماية مواقعها من حماية شعب بأكمله اختراق صفحتين وزارتين الصحة والصناعة يأتي بعد أقل من أسبوع على اختراق يعد الأكبر من نوعه تعرضت له الوزارتان نفسهما مع مواقع رئاسة الحكومة وأغلب الوزارات والهيئات في العراق على يد مجموعة تدعى ماكس برو التي أكدت حصولها على المئات من الجيجابايت من المعلومات والبيانات الخاصة بوزارتي الداخلية والدفاع متضمنة عقودهم فضلا عن مراسلات من مواقع تابعة لوزارات الصحة والتربية والنفط وغيرها ويرجع خبراء في المواقع الإلكترونية سهولة اختراق المواقع الحكومية إلى تعاقد وزارة الاتصالات مع شركات مشبوهة وغير معروفة ربما تأسس بعضها من أجل هذه العقود فقط في سلسلة غير منتهية من الفساد المستمر منذ العام 2003 وبين صورة تتزاحم فيها المشاعر ينشرها مؤيدون لمطالب شعب غاضب وصورة أخرى يرسمها نظام قمعي بدماء الشهداء تكمن قصة ثورة لن يقبل المنتفضون بتعليق إطارها على جدار المشروخ بنته كتل سياسية فاسدة